تساند مملكة البحرين كافة الجهود والمساعي الدولية التي تهدف إلى معالجة التحديات المناخية ووضع الحلول للمشكلات الناتجة عن تغير المناخ وتولي الحكومة الموقرة في مملكة البحرين جل اهتمامها ودعمها الكبير والمستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير سبل التعامل مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية لضمان حق الأجيال القادمة تغير المناخ قضية عالمية مهمة ساهمت فيها وبشكل مباشر مملكة البحرين من خلال صياغة وتنفيذ البرامج والخطط التي تختص في تغيير المناخ ومتابعة وتشكيل مواقف وطنية لوضع مقترحات لاتفاقيات المناخ الدولية والمشاركة الفعالة في هذه القضية جهود مملكة البحرين المتواصلة مكنتها من تبني المبادرات والبرامج التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية وطنية متقدمة اتخذت من خلالها جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية المناسبة البحرين تشتغل حالياً على الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تغطي أربعة مواضيع هي لها علاقة بالقطاع المياه والزراعة وتطوير العمراني بالإضافة إلى المناطق الساحلية والتنوى الحيوي وحالياً نعمل على وضع خطة للتكيف مع ارتفاع من سوء مياه البحر واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات اللازمة الوعي المجتمعي ساهم في إنشاء قاعدة أساسية لمواجهة التحديات المناخية ومكن المختصين من متابعة الأحداث المحلية والعالمية ومعالجتها بشكل فوري من خلال البحوث والتقارير والالتزامات بالبلاغ الوطني والتواصل بشأن التزامات للأمم المتحدة أحقق التنسق في جميع القطاعات وحفز بحوث تغيير المناخ من خلال عملية تجميع التقارير ما أعطى مملكة البحرين المعلومات الكافية للبدء في الإجراءات اللازمة لتفادي ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتغيير المناخي في ترحيب قرارات البلاستيك وهذا نتج ينعكس عنه اهتمام بخفض المخلفات على المستوى الفردي اللي ممكن يأثر على خفض الانبعاثات بشكل عام بالنسبة إلى استهلاك الطاقة إذا ساهم المجتمع في خفض استهلاك الطاقة هذا الشيء يترتب عنه خفض انبعاثات وينعكس على جودة الهواء في البحرين وينعكس على جودة الحياة في مملكة البحرين ونلمس اهتمام الشعب البحريني في زيارة مناطق التشجير تقدم مشهود في هذا الملف حققته المملكة بعد أن صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ما يؤكد مضيها في هذا المسار بما يحفظ حق الأجيال القادمة من خلال سعي المملكة للوصول للحياد الكربوني بحلول 2060 وتقليل الانبعاثات والحد من التغير المناخي بحلول 2035 تلتزم مملكة البحرين بدعم الباحثين في مجال تغيير المناخ لتقديم بحوثهم وتقاريرهم مساندة للجهود الدولية في هذه القضية إيمانا منها بأهميتها البلغة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر